فرصة مهمة لكل الشباب اللي بيدوروا على شغل خلال الأيام دي وزارة العمل أعلنت عن تنظيم ملتقة توظيف الأسبوع اللي جاي هذا الملتقة هيوفر عشر تلاف فرصة عمل للشباب في محافظة القاهرة ويكون فيه كمان نسبة لزاوي الهمم بكافة التخصصات ده هيكون من خلال تلاتة وسبعين منشأة صناعية هيكونوا موجودين في هذا الملتقة يعني من الأخبار الجميلة جدا خلونا نعرف تفاصيل عنها من الأستاذ أحمد عزيز مدير مديرية العمل بالقاهرة أهلا بك يا فندي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يعني حابين تكلمنا عن ملتقة توظيف اللي إن شاء الله يكون يوم 29 أغسطس اللي جاي مين الشركات المشاركة فيه أو يعني إزاي هنوفر كل فرص العمل زي هو في البداية سعيب بالوجود معكم إن شاء الله هو الملتقة إن شاء الله يوم 29 ثمانية إحنا بنجهز له بقالنا فترة كان فيه ملتقة عمل نالزة والهمم كان مختص بيهم بس في اتنين ثلاثة وبالفعل إن إحنا الحمد لله الناس اللي تقدموا كلهم تعينوا وأعلن أسماءهم على صفحات الوزارة ودي بتاعت سابقة مهمة في قاعد سيارة الرئيس ومعاري وزيرها وانشحاتها إن المصدقية والشفافية مع المواطن إن إحنا نعني الأسماء الناس اللي تعينت في المنشآت فكان دي سابقة يعتبر بالنسبة لنا فيها شفافية مع المواطن نفسه بحس فيه بقى فيه سيكة وفيه بنبني معاك دار سيكة فبناء علي كمان بتدينا نجهز ملتقل في 29 ثمانية لجميع الشباب من الشباب من الجنسين هيبقى فيها حاجات خاصة بالخدمات البيئية والهندسية ومجالات السياحة من حول عشر تلاف فرصة وثلاثة وسبعين منشآة هيبقى فيه جامعة الخصوصات مهندسين مدرسين في جامعة الخصوصات عظيم عندنا حاجات مهنية عمال فن انتاج عمال مدخل بيانات يعني جميع المهنة دي موجودة عندنا الحمد لله خلال الفترة دي كنا بنجهز له هل بيشترط تخرج سنة معينة مثلا؟ هيكلها مؤهلات المتوسط أول يا لأ مش حاطين سن محدد مش حاطين سن يعني تخرج السنة دي أو من عشر سنين فاتر؟ لا لا عشر سنين احنا حاول يعني الموضوع متاح للجميع يعني احنا بنحاول ان احنا نحط الناس كلها في إطار تعالى تقدم فيه فرصة موجودة فيه فرصة حقيقية موجودة وديه المهمة بالنسبة لنا ان نبقى فيه فرصة موجودة حقيقية الناس تخص ان فيه حاجة فعلا بتتقدم ليه وحاجة موجودة على الأرض الواقع مش حاجة وهمية الملتقيات التوظفية دي ممكن كانت بتتعامل من فترة لكن بقينا نشوفها مؤخرا بشكل كبير هل الشباب النهاردة عنده الثقافة دي فاهم الملتقيات دي بيقدم فيها؟ لا فيه الملتقيات دي موجودة بقالها فترة يعني اسناها تولية فأسوءا عملت الملتقي دوت وبالفعل كان فيه شباب كتير قدمت وبرضه نفس الموضوع يتقدموا أعلن عن الأسماء وفي الفترة دي الناس بقى فيه توعية للشباب الشباب كان عندها عزوف شوية عن موضوع الملتقيات تحس إنها وهمية وشو فأصبح موضوع بالنسبة له أنا هروح أقدم بس مش هتشتغل ده حاجة شو؟ لما يكون فيه مصدقية مع الشباب يحس إن اسمك هينزل إلي أنت تعينت في المكان الفلاني في المنشأة الفلانية يعني بعض الناس كتبت على الموقع الوزارة في المنطقة اللي فاتت لما الأسماء نزلت ياريت كنت روحت طيب قدامك الفرصة فإحنا دلوقتي عتحنا الفرصة في منطقة والفرص موجودة وتعالى أقدموا فيه لينك هتقدم عليه قبل ما تيجي كمان وبعدين ثقت إيه لحديك بتتكلم فيها يعني مثلا ما يكون داخل على موقع الوزارة الوزارة الموقع الرسمي بتاع الوزارة محتاج ثقة إيه أكتر من كده يعني إذا أنتو ساعات في بعض الناس بيلقوا لينكات كده للتسجيل على السوشيال ميديا سجل وظيفة معرفش إيه ويبقى داخل عشان ياخد بياناتك بس مش أكتر عشان يجمع معلومات عنك طبعا السيفي في كل تفاصيل حياتك ساكن فين ورقم تليفونك وبطاقتك وكل تفاصيل حياتك موجود في السيفي فأعتقد أنه ما فيش أكتر من كده ثقة أن أنا أكون بقدم في المنطقة توظيفي تابع لوزارة العمل المصري المنطقة بدون مقابل انت بتكلم إن إحنا في المنطقة بتبقى ليها مكوائل رسوم أو دخول إحنا المنطقة حاجة خدمة مجانية وفيها كمان في المنطقة كمان إحنا عاملين قسم خاص لموضوع مركز تدريب إحنا عندي مركز تدريب مهن الشرابية فيه تسع مهن بنضرب عليهم يعني حتى لو الشخص الشاب ده ما توفرهش فرصة عمل عاملنا فرصة تدريب خدمة مجانية متقدمة عطقة شمسية صنية محمول ودش ميكانيكا سيارات لحان يقدر بعدها يفتح مشروع مستكلة بذاته وده حصل لبعض الشباب كتير موجود دلوقتي طيب إحنا بنكلم على عشرة الفرصة عامل منهم فرص عمل كتيرة جدا لدوي الهمم وذي مهمة جدا جدا أصلا يعني بعض الشركات لازم توفر فرص عمل لدوي الهمم عندها نسبة كتب 5% مع رجل زادة وملأة بالضبط فالنهار ده هل في شروط معينة لدوي الهمم عشان يشاركوا لا إحنا مش حاتين شروط معينة ما فعلش شروط إنه أهم حاجة قادرة على العمل وإحنا كنا عاملين في 2-3 لزاوي الهمم بس إحنا المراضي فتحينه لجميع يعني الجميع الشباب سواء زاوي الهمم أو غير زاوي الهمم فيه جزء موجود بس الموضوع متاح للجميع إحنا كنا عاملين في 2-3 خاص بزاوي الهمم بس يعني كل اللي تقدمه في 2-3 كان زاوي الهمم المراضي ملتقى مفتوح للجميع لشباب من الجنسين مكانه هيكون فين يا فاندفقه هيبقى في فندق السلام في كونكورد السلام طيب دلوقتي الشباب جمع عشان يحضروا هذا الملتقى التوظيفي ومعلم السيفات بتاعتهم مطلوب منهم حاجة تانية غير السيفي؟ لا أحنا مش مطلوب منهم السيفي أو البيانات بتاعته أريدي هيرفعها سجل خلاص سجل على موقع الوزارة فيه لينك موجود على موقع الوزارة بيسجل عليه وإحنا أريدي اللي ماسجلش يوم الملتقى فيه مجموعة قادرة بتسجل طيب هو راح وسجل إيه اللي بيحصل بعد كده؟ هل فيه انترفيو مثلا في نفس التوقيت؟ فيه انترفيو هيتم في نفس التوقيت أو هيتم إنه هو هيتم للبيانات الشخص وبعد كده فيه انترفيو في الشركة ده يبقى طبعا بعد كده يبقى فيه متابعة مننا معهم طب أنا بس محتاجة أفهم حاجة مالشين يعني أنا النهاردة لو ورنا رايحة الملتقى التوظيفي ده هل أنا النهاردة بطبع سيفيهات كتيرة بتاعتي وخلاص وسجلت على الموقع أو بأول ما وصلت أم كنتش عارفة المعلومة دي أول ما وصلت سجلت مع بياناتي مع الناس الموجودة هل ينفع أن أنا أقدم في كذا مكان؟ يعني ولا متاح احنا الشركات موجودة أي شخص عايز يخش للشركة فيه واحد ممكن يقدف في اتنين وثلاثة وهو ممكن يكون عنده المجال ده الشركة دي أمام الانترفيو شايفها غير مناسب لها بس شركة تانية مناسب لها وبنعمل انترفيو يعني فيه هو الموضوع على مبدئيا فيه انترفيو وقتي عشان طبعا ممكن يبقى العدد كبير فمستحيل هيقدر يعمل انترفيو لكل شخص يقعده يتكلم معه فإحنا هيبقى فيه انترفيو بالنسبة اللي هو السريع إنه هو ياخد بياناته ونشوف مؤهلته إيه وقدراته بسرعة وفيه بعد كده يبقى فيه انترفيو في شركة نفسها بيحصل انترفيو تاني طبعا ده بيحصل ده لازم عشان يشوف مؤهلاته يعبقى بصفة ايه مستقلة شوية مع الشخص نفسه تمام طيب جزء من الحاجات المهمة جدا اللي بتعزز ثقة الناس في مثل هذه الملتقيات التوظيفية هي المتابعة بعد ما بيقبل هذا الشاب في هذه الوظيفة متابعة استمراريته في هذا العمل والاتفاق على الشروط اللي تافعوا عليها انه مثلا انت هتشتغل مدة شغلة قد كده بمقابل قد كده هو ما زال هو هو تمام احنا كنت بكين فيه في البداية الموضوع انه بيتم متابعة بعد الملتقى احنا فيه عندنا بالفعل عاملين لجنة كان في المتقى الاول في زوال الهمم فيه متابعة نزلت على منشآت بالفعل اللي نزلت عينت ولا لأ انه انا عندي داتة الداتة موجودة عندي فبانزل اشوف هل تعين ولا لأ هل بيروح الشغل ولا لأ وتعمله العقد وتأمن عليه ولا لأ وفي حالة عدم التأمين او عدم فعلا انه هو ما اخدهوش ببقى فيه اجراء ضد الشركة وده اللي هيتم بالفعل في المتقى ورده دوت ان شاء الله اننا فيه متابعة بعدي هل الناس دي تعينت فعلا طب بيتعمل انترفيو وان شاء الله هنحاول فيه عضو مننا في الانترفيو بقى موجود يملم معنا الشباب هل الشركات النشئة مثلا بتشترك في الملتقى التوظيفي ده ولا لأ وهل بيتم رقبة من حضراتكم على تحديد اللي بيقولوا عليها ايه الرواتب الانتري لافل للمتقدمين يعني للوظيف دي لا احنا لشركات احنا عما حاجة عندي الحد الأدنى الأجور طالما هو بالنسبة لأي شركة تتقدم ما عنديش مشكلة المهمة عندي ان هي موفرة حد الأدنى الأجور للشباب من الجنسين ومرتبت يعني من ثلاث تلاف وفيها عمليات سعودية عما حاجة ما بقاش اقل من حد الأدنى الأجور ده بيفرق معنا طيب ازاي بيتم اختيار الشركات بقى اللي بتبقى موجودة في هذا الملتقى دي الشركات احنا من خلال تفتشنا ومتابعتنا مع المنشآت بيبقى احنا برضو يعتبر القطاع الخاص ده شريك أساسي معي فانه بوفر الفرصة دي بيبتدي يشوف احتياجاته ايه واحتياجاته دي ما تبقىش في هوية يعني بقى اخب منه طلب رسمي باحتياجاته مخطوم منه عشان بقعد كده المتابعة اللي هتتم مع المنشآت بتشوف ترحيب من هذه المنشآت الموضوع انا مش ضغط عليه انا بقول له احتياجاته ايه انا اعتبر بعمله هو هيعمل اعلان واعلن عن عايز عدد من الشباب كذا وانا عملت له دلوقتي انت بتساعده بتساعده ان انا بوفر له الناس ولو المجموعة دي كمان مش مؤهلة انا بقى يلهله تدريبيا عندي في مركز تدريب لو تبع للمهنة عندي فبالنسبة له اعتبر انا بقدم له خدمة مجانية للمنشآت وفي نفس الوقت العلاقة من العلاقة اللي هي ما بين العامل وصاحب العمل دي بتبقى في علاقة التوازنية ما بينهم اللي اتنين فالدي بتبقى مهمة بالنسبة لنا جدا جدا يعني طب انا النهاردة بشتغل في الشركة وحب ان انا غير المجال اللي بشتغل فيه او لأي ان كان السبب حب ان انا اسيب الوظيفة دي وحب ان اتقدم لوظيفة تانية هل بحق للعملين بوظائف تانية المشاركة في الملتقى اثناء الملتقى هو بقدم في كاس شركة التحك بالشركة دي خلاص لو هو في نفس الشركة خلاص بقى ابراءاته في الشركة دي وفي نفس الشركة دي في مهنة تانية هيتقدم عليها لو الشركة بيتأهله بناء قانون برضو قانون العمل 12 2003 انه ممكن تأهيله على مهنة تانية مقابل للمنشأة إنما في كل هذه الشركات الموجودة والمؤسسات كله بيبقى بعقود وفيه تأمين على الموظف ده حاجة أساسية لازم يتعمل له العقد ابو نعلى قانون 12 2003 ومتأمن عليه والتأمين الصحي تاوه الأمور دي أساسية وإحنا بنرجع أصلا فأثناء التفتيش على المنشآت إحنا بنرجع الملفات دي إنه فيه عندي حاجة اسمها تفتيش عمل والسلامة والصحة معناية فبينزل يشوف ملف العامل الأجر بتاعه أجازاته التأمين الصحي أي مشكلة عنده زياداته السنوية الزيادات العلوات والنحية الصحية برضو السلامة والصحة المهناية النحية الصحية اللي بتتقدم له فدي حاجة برضو بالنسبة للأساسية حظيم فرصة جميلة جدا برضو بنعلن لحضراتكو عن هذا الملتقى مهم إنه نشارك يوم 28 29 29 29 أغسطس هيبدأ هذا الملتقى بيوفر 10.000 فرصة عمل في مختلف التخصصات بوقود بتأمينات صحية وتأمينات اجتماعية فكل الشباب الباحثين عن وظيفة أعتقد دي فرصة مهمة جدا بالنسبة لهم كل الشكر لحضرتك دكتور أحمد عزيز مدير مديرية العمل بالقاهرة ألف شكر بنفكر حضرتكم مرة تانية إنه الملتقى هيكون موجود في فندق السلام في مصر الجديدة فروحوا وقدموا لو حضرتكم بتبحثوا عن فرصة عمل